السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي نكمل حل مرشحات الرياضيات للعام الدراسيين 2023 في الجزء الآخر معادلة تربيعية حليناها بطريقة الدستور في فيديو سابق اليوم أحلها بطريقة ثانية طريقة موجودة أيضا في الكتاب مع إثارات بسيطة هنا العدد متحلل نواثب بهذه الشكل الطريقة ثانية للحل السؤال أكتب المعادلة زت تربيع زايدا اثنين اي مضروف فيه ثلاثة ناقص على اثنين اي الناتج يسمينا ثلاثة زت الخطوة الأولى نقل وترتيب نقل وترتيب الطريقة الثانية للحل طريقة رقم اثنين رأس وحسور بهذا الشكل زت تربيع ناقص على ثلاثة زت زادة اثنين اي قوس ثلاثة ناقص على اي اي الساوي صفر المعادلة مكونة من ثلاثة حدود والشكل التاني الحد الأول اشيري لها بلون ثاني هذا هو الحد الأول هذا هو الحد الثاني وهذا كله ثاني الحد الثاني وبيناتهم عملية ضرب قوس في مضروف فيه ثلاثة اي هذا السؤال والشكل التالي إذا كان القوس بصيغة حاصل ضرب في عدد لاحظ يكون الناتج متحلل أصلا يعني التحليل يكون جدا جاهز بالتجربة أقواس اثنين كبيرة الناتج يسأل صفر الزت تربيع جاية من زت في زت ناقص على هذا الشكل والاثنين اي مضروفة في القوس إنه ثلاثة ناقصة نصر اثنين اي مضروفة في قوس مكون من ثلاثة ناقصة اثنين اي قوس صغير الإشارة هنا عدي للأكبر هنا عدي وعيد طالبهم هاي الإشارة موجبة يفكر بقواعد الصف الثالث إذا كانت إشارة حد الثالث موجبة مع أن الإشارة بين لقص متماثلة بهذه الفكرة خلنطبق هذه القاعدة إشارة الحد الثالث موجبة الإشارة الموجبة جاي من الموجب في موجب الإشارة الموجبة جاي من سالب في سالب بالشكل التالي لاحظوا إياه زت في زت زت ترنية إذا نطينا هنا الإشارة سالبة وهنا نطينا إشارة سالبة بهذا الترتيب حسب القاعدة الأولى رأي سردي سالب اثنين زت آي تغضح للحد الوسط سالب اثنين آي زت وهنا أيضا عندي سر سالب تدخل على القوس سر سالب ثلاثة زت سالب ثلاثة زت تضرب بالشكل التالي الزت تصير مضربة في هذا القوس اللي يحمل إشارة سالبة سالب ثلاثة زت الإشارة السالبة تدخل على القوس سر سالب موجب اثنين زت آي موجب اثنين زت آي هذا العدد مع هذا العدد يوحدة ف فبقاعدنا سالب الثلاثة ز إلى هذا الشكل هالطريقة ثانية للحد طريقة موجود نص إذا كان السؤال بالشكل التاني بملاحظة ثانية ملاحظة على هذا الموظف إذا أعطي هذا القوس بشكل حاصل ضرب يعني القوس بكتب بالشكل التالي اثنين آي في زت سر هنا عندنا ستة آي اثنين آي في اثنين آي سالب أربعة آي تربيع سر زائدا أربعة وهذا كان لدينا مثل حد الآخر هنا ما ممكن نحصل قواعد حل بل هنا في بجموعة الأعداد المركبة لا يمكن تحليل عدد بأكثر من صور النتاج يصبح مفتوحة والحل يسمونها تحليل عقدي يحتاج موضوع خارج عن الصف السادس يسمى موضوع التحليل العقدي هذا طالب حصل لنا هذا الموضوع في الدراسات الأكثر أو في الكليات هذه الطريقة الثانية لحل ومنأتها حصل زت ناقص اثنين آي هي اللي يساوي صفر وأحصل منتها زت يساوي لنا اثنين آي طريقة اللي بديت بعملة النقل هي الخطة الأولى زت ناقص ناقص ثلاثة ناقص اثنين آي هي اللي يساوي صفر لاحظ أكثر إشارة بها شكل وانقل للطرف الثاني رسل الزت يساوي ناقص 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 هذه الطريقة الثانية للحل إذن هنا أي سؤال في الوزارة يلحل بطريقتين أو أكثر من قواعد الكتاب انتقل إلى المثال الآخر المثال الثاني أيضا للحل بأكثر من طريقة إذا كان ثلاثة زائد آي هو أحد جذري المعادلة التربعية المعادلة معلومة ما قيمت أي المعادلة تحتوى على رمز ستتوابث الرمز وما هو الجذر الآخر بما أن المعادلة التربعية للمعادلة الجذران الجذر الأول والجذر الثاني طريقة الفصول على الحل هي أولا التعويض هو الأفضل هنا إذا وجدت رمز يكون الحل بالتعويض أفضل من طريقة المقارنة طريقة التعويض بيكون بشكل ثالثة ثلاثة زائد آي ثلاثة زائد آي ينتمي للمعادلة ينتمي ويحقق أحد جذري المعادلة معناه ينتمي سرهي أكس تربية ناقصاً أي أكس زائد خمسة زائد خمسة آي يساو صفر بدل أن نكتب كل جذر ينتمي للمعادلة يحقق المعادلة للألفاظ بالعربي للألفاظ التي بالعربي موجودة على صيغة ملاحظات تكتب بترجم على شكل رموز الجذر ينتمي ويحقق طريقة ثانية نعاوض طريقة استخدم طريقة التعويض بدل الحرف أكس أكتب على ناتج سرهي ثلاثة زائد آي لكل تربية ناقصاً أي ثبقك نضرب فيه ثلاثة زائد زائد خمسة زائد خمسة آي سعين صفر بهذا الشكل السؤال أيضاً بالبدأ ركز مع قيمة الأي نبسط هذا الناتج الأول مربع الأول تسعة أول في الثانية ستة آي مربع الآي ثلاثة يسأل من السالب واحد هنا يفضل أن الآي متنفتح بالقوس حتى نصل لأن الآي مكررة ناقصاً أي مضرب في ثلاثة زائد آي زائد خمسة زائد خمسة آي هي اللي سوص بعدها نجمع الأعداد الحقيقية الجزء الحقيقي أنه العدد تسعة والسالب واحد وعن عدد خمسة تسعة وخمسة أربعة عشر رح منها واحد تلتعشر ستة من زائد خمسة آي من دع أشبار حاصلنا هذا العدد الثاني من إشارة سالبة نقله للطرف الثاني نساوينا أي مغربة في ثلاثة زائد لهذا الشكل بعدها نقص على معامل الأي فردنا الأي تساوي ثلاثة زائد هلا شاي على ثلاثة زائد هايد نقص على معامل نستاج هنا عامل منسل الأي تساوينا ثلاثة ثلاثة زائد هلا عشر آي عن ثلاثة زائد آي في ثلاثة نقص آي ثلاثة سنت ثلاثة تساوي في البسط ثلاثة تفزيعين الضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة وثلاثين ثلاثة نقص على ثلاثة ثلاثة وثلاثين سالب آي في القوس سالب آي ثلاثة آي السالب في الموجة بسالب ثلاثة 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 تسعة وثلاثين زاد الهدى عشر خمسين ثلاثة وثلاثين يروح منها تلتعاش سلدنا الناتج عشرين آي من المقام عشرة نقسم على العدد عشرة راح نلقي تساوي خمسة زاد الهدى عشرة طريقة انفصل على هذا الناتج أما نقسم على عشرة لكل حد أو نجزئ أو نحلل أكثر من طريقة تقسيم تجزئ تحليل وكل الصحيحات ننفصل على الناتج أوجدنا قيمة أي السؤال ذكر أن قيمة أي تنتمي إلى العداد المركب إذاً أي عدد مركب الجذر الآخر ما هو الجذر الآخر نفرض الجذر الآخر أي اسم نفرض الجذر الآخر نفرض الجذر الآخر يسألنا حرف M حرف M L N K بس لا يجب أن نستخدم رموز أو X و Y لأنه موجود الأعداد بالسؤال بعد ما عرفتنا أن الجذر الآخر الطريقة بالشكل التالي أما نحل عن طريقة قيمة الآي اللي حصلنا عليها بس الأفضل أن نحل عن طريقة الرقم اللي موجود بالسؤال لأن الرقم ثابت لأن الخطأ إذا صار في إيجاد قيمة الآي رح يسحب لنا خطأ ثاني إذا كان ناتج صحيح متأكد من عند الطالب فهنا الآي في هذا المثال بالمقارنة تمثل لاحظ حاصل مجموعة الجذرين هنا أعيضاكم مقارنة إن الحل بطريقة التعويض أولا وكو طريقة أيضا إن الحل بطريقة سماء المقارنة لتعرف شو المعنى المقارنة الأي في هذا المكان تمثل أدنى شو هنا مجموعة الجذرين لو أريد أكتب المعاندلين للشكل التالي أكسترمية ناقصا طيمة اللي اللي حصلت عليها ليه خمسة زائد ثلين آي مغربة في أكس زائد خمسة زائد خمسة آي ساوص أقارنة مع المعاندل أكستر ناقصا مجموعة الجذرين أكس وان زائد أكستو مغربة في أكس زائد حاصل ضرب الجذرين أكستو في أكستو ساوص هيا هنا المقارنة مو أكتب مغارنة وما أعرف شنو معنا المقارنة فهنا قيمة الأي اللي موجودة في السؤال لاحظا اللي حصلت عليها تمثلا نشدنا مجموعة الجذرين أصر لدينا خمسة زائد ثنين آي سأونا الجذر الأول أم زائد الجذر اللي معلوم هو ثلاثة زائد آي وتكون طريقة سهلة بهذا الشكل لنحصل على قيمة الأم لاحظ معادلة بسيطة نجعل العادات في طرف والمتغيرات في الطرف الثاني عملية نقل الأم تبقى مكانهم وانقل هذا الجزء الثاني سردنا خمسة ناقصا ثلاثة زائد ثنين آي ناقصا آي أحصل قيمة الأم خمسة روح ثلاثة سرد ثنين وانقص سرد واحد هذا هو الجذر الآخر لتأكد من صحة الحل طريقة ثانية الخمسة زائد خمسة مثل نحاص ضرب الجذرين هذا العدد يضرب في هذا العدد يتحقق هذا العدد الآخر هذا العدد تقسيم واحد من الجذرين يطلع على الجذر الآخر إذن أكثر من طريقة للحل في المثال المناحظة ثانية في هذا الموضوع أن هذا السؤال يمكن انحل بأكثر من طريقة من الكتاب بعد يربط بموضوع آخر أيضا يحصل على أربعة طرق إذن هنا هناك طريقة التعويض طريقة المقارنة لكن هذا الحل هو الأقصر والأفضل ننتقل إلى مثال آخر المثال الآخر نجد الجذور التربعية لهذا العدد العدد المكون من بسط ومن مقام الحل السؤال المطلوب إيجاد الجذور التربعية إذا حدد الطريقة هناك طريقتين للحل طريقة الجذور التربعية وطريقة من ورها ديموبر الطريقتين تأطين نفس الناتج أيهما أسهل على الطالب هو يستخدم الطريقة التي يشوفها أسهل الطريقة الأولى هذا الأدد أولا مكون من بسط ومقام يجب أن يبسط فرسل الأدد Z يساوينا أربعة على واحد ناقصا جذر ثلاثة آي جذر ثلاثة موجودة في المقام محتاج عامل منسئ جذر ثلاثة آي احتاج أربعة على واحد ناقصا جذر ثلاثة آي مضروب في واحد زال جذر ثلاثة أنا واحد زال جذر ثلاثة آي تفسيط هذا الناتج مع طريقة التفسيط الأربعة بقي قوس واحد زال جذر ثلاثة آي في المقام واحد 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 سالب في الموجاب سالب آي في آي آي تربية أسر ثلاثة جذر الثلاثة في جذر الثلاثة سر ثلاثة بدون جذر أو خواص الأدد ومرافقه مرافقات الأدد خواص العامل المنسب خواص العامل المنسب خواص العامل المنسب في الكتاب موجودات ستة وأكو خواص أخرى أيضا بعدها أبسط الناتج أكثر رحنا سرد لأربعة في واحد زادا جذر الثلاثة آي على أربعة عند أربعة مع الأربعة تختصر سرد لأ واحد زادا جذر الثلاثة آي هذا هو العدد المطلوب إيجاد جذور التربية هذه توجد طريقة ثانية غير العامل المنسب اللي استخدمت هنا عامل المنسبة وعمل التهسيل نعلك عامل التحليل أحلل السعر بطريقة ثانية من نفس العزة يساوي هنا أربعة على واحد ناقصا جذر الثلاثة آي نعضيها التقسيم الأربعة أكتبها واحد زادا ثلاثة على واحد ناقصا جذر الثلاثة آي تجزئة العدد تحليل العدد حلع حاصل ضرب عاملين واحد زادا سر واحد ناقصا جذر الثلاثة آي تربية هنا استخدمت فكرة آي تربية سنسالب واحد نعدي موجب واحد سنسالب آي تربية بالعكس على واحد ناقصا جذر الثلاثة آي بالبسطة هنا فرق بينهم وربعين واحد نزاد ناقصا جذر الثلاثة آي واحد ناقصا جذر الثلاثة آي المفاهم واحد ناقصا جذر الثلاثة آي الناتج واحد زادا جذر الثلاثة عدد الخطوات واحد ناقصا جذر الثلاثة آي واحد ناقصا جذر الثلاثة آي إذن إما استخدم التحليل وإما استخدم العامل المنسب متى يستخدم العامل المنسب متى يستخدم التحليل متى يمكن حل السؤال بالطريقتين ومتى يجب أن يكون الحل بطريقة واحدة هناك أيضا مجموعة من القواعد بعد معرفتنا عن الأدد هذا بعد معرفتنا عن الأدد يستخدم إما طريقة مبارحة الديموبر أو طريقة الجذور التربعية إذا حدد السؤال الطريقة الطالبة يتقيد بالطريقة راح نعلم سؤال بطريقة مبارحة الديموبر بعد معرفتنا عن الأدد الصورة الثانية الصورة الإحداثية أو الديكارتية Z صورة واحد للثلاثة هذه صورة العدد المركب سميتها Z الصورة الجبرية أو العادية الصورة الإحداثية أو الديكارتية ننتقل إلى المقياس مقياس Z صورة جذر التربيعين X تربيع زائد النواعي التربيع تعوض مباشر واحد تربيع واحد جذر ثلاثة تربيع صورة ثلاثة جذر الأربع يساوينا اثنين كوسين ثلاثة سونا X على R أو على مقياس Z والتي حصلنا كوسين ثلاثة يساوينا واحد على مقياس ثلاثة أثنين سين ثلاثة سونا وعي على مقياس Z أو وعي على الر أستنتظر أن سين ثلاثة يساوينا وعي على ثلاثة 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 تساوي من خلال السين والكوسين يجب معرفة الزاوية ما هي الزاوية أني لساوي الكوسين ما لها نصف تعادل ردنا 60 درج 60 درجة وطريب أكتبها واي على ثلاثة 180 تقسيم 60 ثلاثة 168 تقسيم 63 طريقة سريعة إذا كان جذر ثلاثة بالمداية يكون زاوي 30 درجة وإذا كان جذر ثلاثة يمثل الواي في الزاوي 60 درجة 30 ستين على طريقة أبعاف الزواج. بعد ما عرفتنا عن الزاوية لاحظنا الإشارات موجبة إذا الزاوية تقع في ربع أول. ما نحتاج نأخذ الزواج المنتسبة لها. نكمل الصورة القطوية. نزد تساوينين. R cos theta زائد I sine theta. المقياس مثل ثلاثة. cosine by على ثلاثة. زائد I sine by على ثلاثة. هذه السؤالة مثلنا قطبية. نحظ بهذا الشكل. أرجع للسؤال. وجد الجذور التربيعية. ننتقل إلى مبارها الديموبر. كلمتنا مبارها الديموبر قال جذور تربيعية. جذور تربيعية على الأسنص. فصلتنا زات أسنص. ساوينه جذر الفنين لذي تربيع للعدد. صلتنا cosine. الزاوية اللي هي by على ثلاثة. زائد الزاوية. الزاوية. زائد الجذور التي تربيعية على ثلاثة. الزاوية. زائد الزاوية. زائد الزاوية. زائد الزاوية. كي باي. على الآن اللي هي ثلاثة. عدد الجذور اللي مطلوب في السؤال. كي تساوينا صفر وواحد جذرة. بهذا الترتيب. نبسط هنا الناتج أيضا للحصول على الجذور. F. كي تساوينا صفر. هتنحصل الجذر الأول. الجذر الأول اسمه Z1. تساوينا صفر. لاحظ هذا الماتج يختفي. ثلاثة تنزل. ثلاثة تنزل. ثلاثة تنزل. ثلاثين من الثنية. زائدًا I sine باية على الأنسية. باية على ستة مئة وثمان تخسب ستة ثلاثين درجة. الزاوية معلومة من الزوايب خاصة لطلع الناتج. فالناتج ساوينا جذر الثنية كوسين الثلاثين بنصف كوسين الثلاثين جذر الثلاثة على اثنين. طالب إذا يبسط أكثر. صحي. أو يترك الناتج على هذه الصورة. or كي يساوينا واحد لعنى جذر الثاني Z2 جذر الثنيا كوسين زائدًا I sine أرجع على الزاوية الكي يساوينا واحد كوسين الثلاثة في اثنين ستة واحد سبع على ستة سبع ضاي زائدًا I sine سبع ضاي على ستة الناتج يساوينا جذر الثنين لحظة يعني مية وثمانين على ستة ثلاثة في سبع نزاوي بثقاء ميتين وعشرة مية وثمانين تقسيم ثلاثين ستة في سبع في ثلاثين ميتين وعشرة ميتين مية وثمانين هو الربعة الثاني هذا نزاوي بالربعة الثالثة الإشارات السالبة نفس النتائج السالقة سالب جذر ثلاثة 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 لحظة ثلاثة ثلاثة الجذور التربيعية للعدد هم عددان العدد ونظيره الجمعي العدد الأول موجب العدد الثاني السالب هذه الطريقة المطولة نختصرها بطريقة الرسمة تأكد من صحة الحن وهناك أكثر من طريقة للتحقيق سأرسم صورة مبسطة للحن التي طبقتها أرسم السؤال نحور السينات نحور الصادات نحور الصادات نحور الصادات نحور الصادات جذر الثلاثة إعادة الواحد والسبعة من عشر أكثر من النصف بقليل هذا النزوي ثقافي هذا هو العدد الزاوية هنا لاحظوا من الشكل الزاوية 60 درجة هذه المعلومات نحتاج إلى السؤال هذا السؤال جذور تربيعية الزاوية عندما تتحرك للـ 210 أيضا نعرفها عندما تكون في الربع الأول في الربع الثاني في الربع الثالث أيضا صحيحة توجد أكثر من طريقة للحل هذا السؤال يمكن أن نحلها بطريقة الجذور التربيعية اللي يتمثل أن بهذا الشكل لأكي طريقة ثانية الجذر التربيعي طريقة ثانية بالـ 1 زايدا جذرة 3 ذا i سألنا x زايدا y هذه طريقة ثانية لنحل إذن كل سؤال لحل بطريقتين من الكتاب طريقة 1 طريقة ثانية وكل القواعد موجودة في الكتاب كل القواعد موجودة في الكتاب نصا على الطالب أن يستنبطها بشكل صحيح ثاني أن يستعين بالرسم لبعض المحالات ويحصل على نتائج صفيحة إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة